بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله عليه وسلم بنكمل شرقنا للفينانشال اكاونتنج والمراء دي هنتكلم على شفتر فور اللي هو بعنوان كومبليتينج ازا اكاونتنج سايكل كنا في الاول خالص في البداية اتكلمنا عن الفينانشال اكاونتنج اتكلمنا عن المحاسبة المالية والاكاونتنج برينسيبل قلت لك أنا عندي محاسبة Financial Accounting و Managerial Accounting Managerial Accounting بتهتم بال Internal User Internal User زي و Employees لكن إحنا بنتكلم هنا عن مادة المحاسبة المالية Financial Accounting يعني External User حيث إحنا بنعمل القوائم المالية Financial Statement زي Income Statement وال Balance Sheet وال Owner's Equity Statement وال Statement of Cash Flow كل ده بنعمله عشان خاطر نعرضه ونوريه ونظهره لل External User عن طريق إيه؟ عن طريق Accounting Cycle إن إحنا كنا بنعمل Identify the Transactions بنعمل نحدد المعاملات هل إحنا بيعنا؟ إحنا أشترينا؟ إحنا عندينا فلوس إحنا لدينا فلوس المخزون زاد المخزون قل إلى آخره من المعاملات بعد كده بنسجل المعاملات دي ثم كنا بنروح نعمل لها بوست في الليتجر وبعد كده بيكون فيه Trial Balance حصل عندي Trial Balance حرف T Account Trial Balance ده بيكون Unadjusted بيكون قبل ما يحصل له تعديلات اتكلمنا بقى في الشابتر اللي فات عن الـ Adjustment بتاع الـ Trial Balance إن فيه حسابات يا جماعة أربع حسابات الأكورال والدفيرلد دول ما بيكون أنا مثلا عملت شغله خدت جزء من الفلوس تسه ما خدش بياتي الفلوس تماما استنمت الفلوس بادر شوية وإلى آخره تماما فده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت فاحنا في الآخر رحنا عاملين adjusting للجورنال انتري عملنا تعديلات للجورنال انتري فلما عملنا تعديلات أكيد حرف T Account حصل برضو فيه تعديلات اللي هو الـ Adjusted Trial Balance لما عملنا Adjusted Trial Balance رحنا حضرنا مين بقى في الآخر يبقى انت في الأول او في النهاية خالص هنا اقدر احضر القواب المالية ليه لان حضرتك عملت في الشابتر اللي فات انا في الشابتر ده هابدأ اعمل ايه هابدأ اقفل حساباتي هابدأ اعمل خطوة رقم تمانية ابدأ اقفل للحسابات بتاعت الشركة دي عشان اعرضها تمام تمام جدا خطوة انا تقفيل الحسابات تقفيل الدفاتر بتاعت دي تقفلات دي بتحصل في اواخر المدة على الاول نعرف يعني ايه اصلا closing the box يعني اصلا اقفال الدفاتر closing the box at the end of the accounting period هيحصل في نهاية الفترة المحاسبية لما احنا بنقفل حساباتنا بنبقى جاهزين للفترة اللي عليها الدور وخلينا شبهها لك بما ان راجل رياضي يعني وبحب الكرة وبتاع دلوقتي السجل التاريخي ما بين بارشلونة وريال مدريد لعبوا ماتشات كتير جدا هل لو بارشلونة والريال لعبوا مسلا النهاردة يوم واحد واحد يوم واحد واحد هل لما يجوا يلعبوا تاني مسلا ساي لعبوا مسلا في الليجا في الدوري يوم واحد واحد جوم يلعبوا في الكاس الكوبا دي الريال يلعبوا مسلا يوم عشرين واحد نفترض ان بارشلونة كانت كسبت في الماتش ده اتنين واحد هل لما يجوا يلعبوا الماتش التاني هيكملوا النتيجة بتاعت المطش اللي فات ولا بيبدأوا مطش جيدة على النظافة بيبدأوا على نظافة صفر صفر هو ده نفس الفكرة انا هنا بعمل تأثيل للمدة بتاعك عشان المدة الجديدة ابدأ فيها على نظافة ابدأ فيها على نظافة ابدأ فيها وهي صفر صفر تمام تمام جدا فانا بصفر الحسابات بتاعته بصفر العدات بتاعي عندي بقى لو عندي اتنين من الحسابات في حسابات بتتأفل تبقى قمتها زيرو في بداية المدة وفي حسابات ما ينفعش تتأفل الحسابات اللي بتتأفل دي اسمها حسابات مؤقتة حسابات ايه مؤقتة اما الحسابات الدائمة بيرمينانت اكاونت دي هتفضل مستمرة يعني ما ينفعش اصفر قمتها مش فاهم برضا يا محمود يعني بقصد ايه اقول لك يا حبيب قالي دلوقتي تعالى نتكلم عن البييرمينانت اكاونت او التيمبراري التيمبراري يعني مؤقتة يعني ايه انت راجل مسلا دلوقتي فتح محل بلاي ستيشن فتح محل بلاي ستيشن فالمحل ده جابلك النهاردة يوم السابق جابلك ارادات مقدرها مثلا الف جنيه حلو الكلام طيب تاني يوم بتروح تجمع فلوسك على الالف دور ولا بتقول ان النهاردة الحد جالي كمان الف جنيه اللي اتنين جالي خمسمائة خمسمائة جنيه تمام فانت كل يوم بتصفر العداد بتاعك بتحسب فلوس الدخل تجيبك كيف تمام حلو جدا طيب فده اسمه ايه تيمبراري اكاونت ده اسمه حساب مؤقت اما ماينفعش تقول ان انا كان عندي اسيتس في الصيبر بتاعي بلاي ستيشن بقى عندي اصول ثلاث اجهزة شاشات كمان وتلاث اجهزة بلاي ستيشن هل الغي دول اصفر العداد بتاعي واقول ان انا ما كانش عندي اجهزة واللي عندي دلوقتي هم تلاتة بس لا ده اسمه حساب دائم حساب دائم يعني انا كان عندي رصيد والرصيد ده هيزيد فهزود عليه الحاجات الجديدة فعشان جدا فيه اختلافات ما بين البرمنت اكاونت الحساب الدائم والتيمبراري اكاونت الحساب المؤقت تمام فالاقفال بيحصل في التمبراري اكاونت الحسابات المؤقتة وهنشوف دلوقتي ونفهم الدينة بشكل اكبر ان شاء الله تعالى نكمل التمبراري اكاونت ده ممكن نسميه نومينال اكاونت ممكن نسميه الحسابات الاسمية اما البرمنت اكاونت ده اسمه الريال اكاونت ده حساب حقيقي حساب فعلي لان ده مش هينفع يتقفل او مش يعني ما ينفعش يتصفر بمعنى افعل تمام تمام جدا تعالى نشوف الفرق ما بين التمبراري اكاونت والبرمنت اكاونت يعني بتتعلق بفترة محاسبية معينة زي ما قلت لك من شوية انا اليوم بتاعي اصطاف الفدوس اللي دخل الجيبي من الشغل اللي بتاعي في الصايبر او في محاية ده مسلا الف جنيه فالالف اللي دول بتاعي مين بتاعي الفترة دي انا بقفل اخر اليوم الراجل بتاع الكافاتيريا اللي بتقعد عليها حضرتك دلوقتي تقعد عنده بيبدأ اخر اليوم يقفل حساباته وشوفه وصاف الربح بتاعه اليوم كان كام وبقرة الصبح لما يجي يفتح القهوة يبدأ يحسب الربح اللي هيجيله بيصفل العداد بتاعه ويبدأ يقول النهاردة دخل جيبي كام فده اسمه الايه الجيفين اكاونت انجي بليون زي انكلود اول انقام استيت منت اكاونت تتضمن اجمالي او بيان باجمالي حسابات الدخل اللي بتخش جيبي الراجل ده وحساب الرسومات الدروينج المسحوبات اللي بتطلع من المالك وهنفهم ده برضو كمان شوي كل الحسابات المؤقتة بتتقفل في نهاية المدة تمام تمام فيه ناس بتقفل يوم بيوم ناس بتقفل كل اسبوع كل شهر على حسب المدة يعني المهم ان التمبراري ده بي ايه بيتقفل في نهاية كل ايه مدة البرمنانت اكاونت ريليت تو وان اور مور في يوتشار اكاونت انجي بليون البرمنانت البرمنانت ده الحسابات المؤقتة دي اه انا كده اللي اغبطت اه تمام هنا التمبراري اكاونت الحسابات المؤقتة بتتقفل في نهاية المدة اما البرمنانت اكاونت ريليت تو وان اور مور في يوتشار اكاونت الحسابات الدائمة بتتقفل اه او هي مرتبطة بفترة محاسبية او اكتر ماشي بتتضمن كل الحاجات اللي بتتحط او كل الرصيد اللي موجود في زي يمين زي الانر زي كابتل مش فاهم يا محمود اقولك تعال نفهم بقى الفرق ما بينهم في المقارنة اللي قدام حضرة جديد التمبرالي ده دي حسابات ايه مؤقتة فالحسابات المؤقتة هقدر اعمل لها ايه هقدر اعمل لها اقفال زي this account are closed هيتعمل لها عملية ايه اقفال زي مين زي الاراضات بدعتك والله انا انا النهاردة في الكافاتيريا دخل لي الف جنيه فانا هقفل حساباتي واقفل ان انا دخل جيبي الف جنيه وصرفت فلوس انا طالعا بعمل مشاريب فانا مثلا بطلع بن وبطلع شاي وبطلع ينسون وحلبة ومش عارف ايه كل دي مصاريف بالنسبة لي وفلوس القهربة وفلوس الغاز وي 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 الكلام ده كل فدي برضو مصاريف فانا هقفل المصروفات والراجل بتاع القهوة ده سحب فلوس من الفلوس اللي ده خليفه ده ادها مثلا ان المدام تجيب طلبات للبيت مثلا يعني فالراجل ده سحب فلوس ده اسمه فكل يوم هيقفل حسابه ده اسمه حساب مؤقت وبتحصل لتلات حاجات بتحصل للريفينيو ولل وللدروينج تمام تمام جدا اما بقى الحساب البائم اللي هو ده مش بيحصل له زي مين زي للوقتي انت راجل كان عندك عربية تمام والشهر اللي بعده ربناك انه ما تجيبت كمان عربية هدينفع تقول لك لأ انا كده بقاش عندك العربية واحدة هتقفل العربية القديمة دي مثلا ولا ايه لأ عندك عربية دي عادي جدا انا في الشركة بقى مش هنتكلم عليك كفارد يعني انا مش اغنية للدرجات انت راجل معك مسلا مئة الف جنيه الشهر الجاي انضافوا عليهم خمسين هينفع تقول له لأ ده انا هقفل حساباتي انا كده معنديش مئة الف انا عندي خمسين بس بتوع الشهر ده لأ الاجمالي كله كان فده حساب ما ينفعش تقفل طيب بالنسبة للليابلتي انت راجل كنت مديون بخمسين الف جنيه في الشهر ايه ده هتبدأ تقول له لأ ده انا كده معنديش مديونة خالص انا هقف حسابي معنديش مديونية لأ انت لسه استلع عليك خمسين الف فما يفعش اعمل طيب انت راس مالك كان مئة الف الشهر الجديد زي ما هو مئة الف ما يفعش تقفل وما هقول لك لأ ما بقاش معي فلوس لأ ما انت لسه عندك استل في جيبك المحفظة بتاعتك سيئة مئة الف كسبك البنك في مئة الف فالكابتال بتاعك مش هيتغيب يبقى عندها الحاجات هم اللي بتعملهم اكفال الريفينيو والاكسبينس والاونرز دروينج اكاونت اما البرمنانت اللي مش بتعمله اكفال هو الاسيتس والليابيرتي والاونرز كابتال ايه اكاونت هو ده بقى ترجمة الايه السطر اللي كان موجود ده محضر جهده تمام؟ تمام البرمنانت اكاونت ار نوت كولوز فرون بريود تو بريود يعني البرمنت ده مش بتعمل له عملية ايه اكفال ماشي؟ اما التيمبورا دي ده بيتعمله اكفال من فترة لفترة حلو جد الكلوزنج انتري ده جماعة معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل مش فاهم حاجة تعال افهمك مش انت عارف ان المعادلة بتقول ان البيجينينج ريتيند ارنينج او البيجينينج كابتال راس المال بتاعك في البداية ايه اللي يزود راس المال لو انت محقق نت انقم صح؟ ولو انت محقق نت لوس ده حيقلل راس المال انت محقق نت انقم ده اللي هو بيتحسب ازاي اللي هو قيمة الداخل عبارة عن ارادات ناقص مصروفه فاللي يزود البيجينينج او نرز كابتال بتاعك هو مين؟ هو الريفينيو واللي يقلل هو مين؟ هو الاكسيبنس واللي يقلل برضو مين؟ الدرويند ده اللي احنا قلناه في الشابتر التاني علينا ارجع لك ده ورية وانا جا اعمل القائل المالية قبل كده قلت لك ان انا عندي ايه؟ عند الانقم استيتمينت ايه؟ عبارة عن ايه؟ ريفينيو وميس نكسيبنس يطلع من النت انقم نت انقم ده لو كانت الارادات اكبر من المصروفات ولو كانت ارادات الريفينيو اقل من المصروفات فهيكون نت ايه؟ نت لوس وقلت بقى اعمل البيجينج ارتين ديرنج ارتين ديرنج ده جماعة اللي هو الانرز ايكوتي عادي يعني مشكلة الانرز ايكوتي وايه اللي يزوده النت انقم واللي يقللون نت لوس ونقص ايه؟ الديفدنت هنا بقى بنقول ايه؟ دروينج المصحوبات يديني من الاندينج اف اونرز ايكوتي هو ده اللي كنتبه اتكلم عليه تمام؟ تمام جدا يديني مين بقى في الاخر يديني الانرز كابتل في نهاية المدة يبقى ايضا انا هعمل اقفال لتلت حاجات هقفل تلت حاجات هقفل الريفينيو للكابتال وهقفل الكابتال وهقفل الدروينج للكابتال ولما اقفلهم للكابتال اجي في الاخر اقفلهم لمين للاندينج كابتال اهو عشان كده الراجل ده قال لي ايه قال لي نت انكم اللي هو يقصد بمين اللي هو الارادات والمصرفات اللي هي هيقفلهم لمين سواء كان نت انكم او نتلوس هيقفلهم هو هما والاونرز درونج اهو هيقفل الريفينيو والاكسبنس والدرون هيقفلهم لمين هيقفلهم للبيجينينج ايه كابتال اهو تمام تمام طبعا 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 انا بعمل فالرصيب بتاعه يصبح ايه صفر انا بصفر الحسابات بتاعه ببدأ عن اضافه طيب الشركات هترجع تعمل قيود يومية وبعد كده هتعمل الاغلاق لقيود اليومية ديت في نهاية الفترة المحاسبية كل سنة عشان اعلى فنصاف بتاعه في نهاية المدة كلها طيب بعد كده بيقوللي طبعا 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 انا عملت او اعملت فانا برضو هروح اعمل لها حساب عادي جدا طيب انا بعمل لكم حاجة بعمل لاربع حاجات للارادات للمطروفات لالانقام سامري وكلوزنج للدروينج مش انت احضر قلت هما تلاتة بس مش انت قال لك انا عمنا انت لما جيت قلت الجدول قلت انا عندي ارادات ومصرفات ودروينج ما هما دو ارادات ومصرفات والدروينج اهو هما الايه بقى لانقام سامري ده احكيته الحكاية ان انا هقفل الريفينيو لالانقام سامري والاكسبنز للانقام سامري والانقام سامري هيتقفل في الاخر للايه للكابيتال هنشوف دلوقتي بالتفصيل تعالي تكلم عن كل واحدة على حدة صلى على النبي وتعالي نشوف اول حاجة اغلاق الايرادات كلوزنج انتري كلوزنج انتري للوقتي انت لو راجل كان عندك ايرادات عندك حساب التي اكاونت اهو كان عندك ايرادات فيه مقدارها سبعتاشر الف دولار ده البانانس بتاعك في الريفينيو فانت لما يدي تعمل اقفال هتعمل ايه وانت بتقفل معناه ان انت بتلغي طبيعة الحساب يعني مش فاهم يعني الحساب ده لو هو طبيعةه انت هتقفله فانت هتلغيه يعني هتحوله من كريديت لديبت الحساب ده لو طبيعته كانت بيزيد دبيت زي المصروفات فانت هتقفله يعني هتحوله من دبيت لكريديت مش فاهم على فهمة دلوقتي انت عندك الايرادات بسبعتشر الف فلما تيجي تقفلها هتلغيها من كريدت توديها فين ديبت فانا لغيت السيرفينيو اهو ودته فين في الديبت هو كان كريدت انا ودته في الديبت وزودت مين معنا الكلام ايه ان انا راجل كان عندي ارادات كان عندي ارادات فقفلتها وزودت حسابي انا راس مالي جاء جرره ايه زياد بس الكلام ده غلط الكلام ده غلط ام مالي الصح يا محمود انا مش بقول بقى انا بقول انقم سامري يعني ملخص راس المال حصل له ايه التلخيص بتاع راس المال حصل له ايه زايد اقول له وزودت الانقم سامري فاحنا ليه ما قلناش يا محمود ماينفعش اقول ليه ماينفعش اقفلها بشكل مباشر ليه لان الاقفال بيكون في الكابيتل في النهاية يعني ايه مش فاهم يعني انا في الاخر كده كده هروح اقفل الانقم سامري ده هو اوديه للكابيتل فماينفعش اعملها من اول خطوة عشان بيكون عندي الاف او مئات من الحسابات مش كل حساب هروح اقفله اونرز كابيتل كل حساب اقفله اونرز كابيتل كل حساب اقفله اونرز كابيتل لا قالك الطبيعي والصح او الاضاق اللي تعمل الصح طبعا اتنية في المية ان انا هقفل اوديها في الديبت وزود الانقم سامري في الكريدت او هو ما فيش فيها اي مشكلة خاصة تمام تمام جدا طيب ده بالنسبة مين للكلوزنج للريفينيو طيب عملنا كلوزنج اه روح اعملها لي بقى في ايه انت في الاساس كان عندك الحساب بالمنظر ده كان عندك الريفينيو بالشكل ده فانا لما جيت اعمل كلوزنج حصل ايه لقيت عندي دلوقتي سبعتاشر الف في جانب مين في جانب الديبت اهو عشان الحساب يبقى ايه صفر انا كده صفرت البالانس بتاعي اهو سبعتاشر الف دي في تاريخ خمسة سبتمبر بنهاية الشهر نهاية الفترة المحاسبية اللي كنت عملا زين عليك في دماغك من شوية وعمل بقررها لك قفلتها قفلت السبعتاشر من الكريدت ودتهم ديبت فالبالانس بتاعي اصبح بكام صفر واروها اعمل تي اكاونت اعمل حساب للانقام سامري واقول انه هو زاد اعطي في الكريدت اهو بسبعتاشر الف دي تعتبر ايه ايرادات كده انا قفلت مين قفلت الارادات تعالى نقفل المصرفات انا هافترض ان انا كان عندي تي اكاونت فيه مصاريف بتسعة تلاف فيه pecام بتسعة تلاف فانا اجا اعمل ايه. هاقفل هاقفل المصرفات. المصرفات دي طبعتها ايه? طبعتها ديبيت. فانا لما اقفلها اودها فين? اوديها كريدت. معنى الكلام ان الدخل بتاعي هيقل. لان ان انا صرفت فلوس فالانقام سامري هيقل. والانقام سامري لما يقل يروح في جانب مين? يروح في جانب الديبيت. لكن لما زاد زاد في جانب مين? الكريدت اهو. بكن بتسعة تلاف. قلوه كلام. لأي كلام shortened تعال اعمل اللي بقى تي اكاونت. بعد ايه? بعد ما عملت له اقفال. دي الخطوة الاخيرة يا جماعة. ايه الاكسبنسة ايه? انا كان عندي تسعة تلاف في تاريخ عشرة سبتمبر. لما قفلتها حطتها فين? في الكريدت. فالرصيد اصبح كم زي ما انت قلت لها يا محمود قلت لها ان في نهاية المدة في الحسابات المؤكدة بتكون البالانس بصفر. تمام? اوي. كده الانقام سامري جرى له ايه? انا كان عندي اقراضات فوق من شوية سبع عشر الف وجالي مصروفات مقدارها كام? تسعة تلاف. تسعة تلاف. يعني الصفي كان في الاخر عندي سبع عشر الف ارادات. تسعة تلاف مصروفات. يبقى انا محقق صفي تمن تلاف في جانب مين? في جانب الكريدت. فالبالانس المفروض هيبقى انا اهو بتمن تلاف. ده كلام سليم وعظيم. تعال ايه? احنا كده قفلنا مين? قفلنا الارادات والمصروفات للانقام سامري. الصافي بتاع الانقام سامري عبارة عن كام? عبارة عن تمن تلاف انت لسه ايه اللي حالة. تعال بقى نعمل القيد بتاع التمن تلاف دول. تعال نعمل حساب الانقام سامري بعد ما حقق صافي ربح مقداره تمن تلاف. هنقفلوا الايه بقى بالزبط? الانقام سامري بقى جماعة بيتقفل للانرزي كابيتل. التمن تلاف اللي انت حققتهم مكسب بعد ما قفلت الايرادات وقفلت المصروفات هتروح تقفل الانقام سامري هتروح تقلل الانقام سامري. هلغي وزود مين? ازود الانرزي كابيتل. ده بقى اللي حضرتها بكت عايز تعمله في الاول خالص. لما جيت قلت لي ايه? هزود الانرزي كابيتل واقفل الايرادات. ده كان غلط. قلت لك انا هرجع اعمل الكلام ده بس في الاخر. فانا للصحة كان ايه? قفلت الايرادات زودت الانقام سامري. قفلت المصروفات قللت الانقام سامري. عندي انقام سامري بتسعة تلاف في الديبت وانقام سامري بسبع عشر الف في الكريدت. فالانقام سامري هيزيد بمقدار تمن تلاف تصافي. في فين? في جانب الكريدت. رح تقفله بقى تاني في جانب الديبت. قفلت الانقام سامري هو في جانب مين? الديبت ما فيش مشكلة. وازود مين بقى? ازود راس المال بتاعي. اقصد اقول لك ايه? اقصد اقول لك ان انا كان عندي في الاول ايرادات سبعتاشر الف. ومصروفات تسعة تلاف. وفي الاخر الدولانج لسه هيتعمل الصاف بتاعهم كاب? الصاف بتاعهم تمن تلاف. التمن تلاف دول يعملوا ايه? هيزودوا راس المال بتاع الراجل ده. هيزودوا راس المال بتاع الراجل ده. فالتمن تلاف ايه? هيزيدوا دائما انت شايف كده. فلما جي بقى اعمل ايه في الاخر? اروح اقفل اقفله وازود الاندينج اونارز كابتل. بس فاضل لي مين لسه? معلش لسه فاضل لي ايه? فاضل مين? تعال لسه نتكلم على ايه? ايه الدنيا في الدروينج? طيب. ماشي احنا كده اتكلمنا على على الاقفال لو انا محقق بروفيت. لو انا محقق بروفيت. طيب ما زي لو انا محقق لوص لو انا محقق خسارة? لو انا محقق خسارة انا اتكلمت دلوقتي يا جماعة معاكم. حاللي انا محقق المكسب. تعالوا نتكلم لو انا محقق خسارة. لو انا محقق خسارة مسلا اللي مقدارها تمن تلاف? افترض ان 얘 تمن تلاف خسارة يعني. فسعدت هاعمل ايه? هقول له راس المال بتاعها هيقلب تمن تلاف. تمام? لان سعدتها كان موجود في جانب duplicate. مش فاهم برضو تعالى اوضح لك عشان خاطر ايه الدنيا ما تعبكش خاطر طلع النبي. عرض انا نضافها بقى. هنقول ان انا كان عندي مصرفات بسبعتاشر الف. المصرفات بسبعتاشر. وعندي ارادات بكم? بي تمن? بتسعة تلاف. انا قلت بسعة تلاف زي ما كنا شغالين. ما كنا شغالين بقى في الاساس ان الارادات اللي كانت بسبعتاشر والمصرفات كانت بتسعة. فكت محقق نت انقم. لكن دلوقتي انا عكست. قلت ان المصرفات هي اللي اكبر من الارادات. فانا كده عندي نت لص. بكام? بتمن تلاف. فالمفروض القيد هيبقى عبارة عن ايه? اقول له القيد هيكون عبارة عن ان في نت لص مقداره تمن تلاف. ده كانت الطبيعي اللي حصل معي اهو. مش انا لسه من شوية. قلت لك ان انا عندي انقم سامري ولما جيت قفلت في الاخر قلت له ايه? ان انا بحقق انقم. فالانقم سامري تمام? معنى الكلام هنا ان انا كان عندي انقم سامري بس بخصارة مقدارها تمن تلاف. فانما جاء في له اعمل ايه? اقول له انقم سامري هنا اهو. انا بس نعدلها تاني. اقول له. هدي الدبت. وهدي الكريدت. دلوقتي انا خسران صافي تمن تلاف. خسران تمن تلاف. فراس المال بتاع هيحصل له ايه? هيقل. فالكابتل هيتحط في جانب الدبت مش الكريدت لان الكابتل هيقل بكام? بتمن تلاف. والتمن تلاف دول كنا جايين نتيجة ايه? لاجت ان انا عملتي اقفال للانقم سامري بتمن تلاف اهو دا الكويط. تمام? لكن لما انا كنت محقق مكسب كان العكس اللي حصل. كان اللي حصل. قلتولوا ان انا عندي كنم سامري وقفلت محقق نيت انكم وقفلت في مين? افلت في الكابتل بالتمن تلاف كده والتمن تلاف كده. لان كان في مين? فالتنكم زود مين الكابتل. لكن هنا كان عندي كان عندي خصارة فساعتها الكابتال هي ايه? هيقل. فالنت انكم زود الكابتال. النت انكم قال للكابتال. هما دول الحالتين اللي بيتكلم عليهم هنا. قال لي ماذا لو ان انا عندي بقى ايه ايه? فين? عندي بروف. آآ لص. المفروض ديت لص. لقد انا هعدل الملف يعني. ديت لص. لو انا عندي فسارة فساعتها الانكم ستيت من طبعا انا ايه? الانكم سامري اسف انا كده ايه? لغيته. تمام? تمام جدا. فاضل حاجة واحدة. انت كانت كان انت محمود معي على الايرادات. على المصروفات. فاضل الدروينج بس تقفلها خلاص. الدروينج دلوقتي هنقول ان الراجل ده راح سحب تلات تلاف جنيه. سحب تلات تلاف جنيه. فلما يسحب تلات تلاف جنيه. اولا عايزك تبقى عارف ان الدروينج ديت اصلا طبعتها ان هي بتزيد. ديبت. فلما اجي هلغيها هلغيها هودها فين? اوديها في الكريديت. فانا هلغيتها هود في الكريديت فعلا. اونار زي دروينج. وإيه اللي حصل لما انا سحبت فلوس من جيبت. راس الملك هيجر له ايه? هيقل. فالاونر زي كابتل هي ايه? هيقل له. بكم? بالتلات تلاف? نفيش اي مشكلة خالص. عشان كلا بيقول لي ايه? اونار زي دروينج. ده جماعة مش مصروف. مش مصروف. مش زي بالزبط. لا ده مختلف تماما. ديت مش. ماهوش مسؤول عن تحديد النت انكم. المسؤول عن النت انكم مين? حكتين اتنين. الارادات والمصروفات اللي هي مين دول هما المسؤولين عن تحديد ازا كنت محقق نت انكم. لكن المسحوبات مش مسؤولة عن تحديد النت انكم. فبالتالي انا مش بعملها انها مصروفات. دي مش مش مصروفات. ده باندي كده خاص الواحد واسمه المسحوبات. الدروينج. ذاس it is not closed in انكم سامري. فبالتالي مش هقفلها زي ما قفلت المصروفات. مش انت لما جيت تقفل الارادات والمصروفات قفلتهم للانكم سامري? اه. لاني دي ارادات ودي مصروفات. هنا الدروينج مش هيتقفل للانكم سامري. هنا الدروينج هيتقفل دايريكت للونرز كابيتال. فانا هنا قللت لان انا سحبت فلوس. وقفلت الونرز دروينج هوات بتلات تلاف. تمام? معنى الكلام ايه بقى? صلى على النبي. هنفترض ان انت كان عندك خمسين الف. حلو? حلو. وجاء لك دلوقتي ارادات عملتها مقدارها سبعتاشر الف. وعندك تاني مصروفات مقدارها تسع تلاف. وبعدين كان في عندك كام تلات تلاف. هتعمل ايه بقى دلوقتي? هتقول له بجيننج بجيننج كابيتال خمسين. سبعتاشر. مينوس تسع تلاف. مينوس تلات تلاف. هتلاقي النصاف بتاعك في الليلة دي كلها كام? خمسة خمسين الف. يعني الانج كابيتال كام خمسة وخمسين الف. تمام? هو ده اللي بنتكلم فيه. هو ده اللي ايه? اللي بنتكلم فيه. طبعا عشان نعديل انا فيها خمسة وخمسين الف. تعال انا نشوف الكلام ده ونوضحه. قال لي اتي اكاونت اهو. اتي اكاونت بتاع اللي احنا كنا لسه بنشرحه من شوية. كان الطبيعي بتاعه ان هو كان موجود في جانب الطبيعي بتاعه ان هو موجود في جانب الطبيعي. لما جيت اقفله قفلته واديته ناحية تانية. حطوته في جانب الكريد. ما انا لسه قفله حالة نهوت وفعلا نحطله في جانب من الكريد. ده بعد تمام? تمام جدا. الانجابات اللي عبارة عن ايه? ده الصافي بقى كله. الكابيتال كله كام? انا لسه حازم بخمسة خمسين الف. بنعملها ازاي? اجا اقول له والله ان انا راجل كان عندي كابيتال في بداية المدة كان خمسين الف. تمام? تمام. وحققت نت انقم من شوية لما طرحت الاراضات من المصرفات من الاراضات. طلعني نت انقم كام? تمان تلات. تمام? وكان عندي مسحوبات كانت كام? تلات تلات. اصف في كل ده مع بعضه. معنا الكلام ان انا كده عندي خمسين. وتمانية وخمسة وتمانية يعني تمانية وخمسين الف. اهم. تمانية وخمسين الف. هنشيل منهم شوية درومنج مقدرهم تلات تلات يبقى الصافي خمسة وخمسين الف اهو. بس كده خلصنا. بشكل. تلخيص كده على طول. ان انا بعمل للريفينيو للانقم voor COS للانقم ساماري. وباقفل الانقم ساماري للأونرزي كابتل. في حين الأونرزي دروينج بتقفل ديريكت للأونرزي كابتل. يبقى ركز معا يا ان انا باعمل اقفل الإراضات والمصرفات للانقم ساماري. وبرجع اقفل للاuchenرزي كابيتل. وبرجأ ااخد للاونرزي دراوينق اقفلها للاونرزي كابتل. بكز بالحتة ليه؟ يفقائ احنا كان غلط كان غلط ان احنا كنا نقول ان انا هقفل الايرادات للاونرزي كابتل على طول. او المصرفات للاونرزي كابتل على طول. المال بنعمل ايه محمود? بناخد محطة في النصر. بنقفل الايرادات للانكم سامري. اقفل المصرفات للانقام سامري وبعدين اقفل الانقام سامري الصافي بتاعه. اشوف انا محقق صافي مكسب ولا خسارة. هتيجة الاقفال اللي حصل ده. وازود لو انا كسبان اقل لو انا خسران. وفي الاخر اقفل كده خرص الشابتر بتاعنا. الدنيا صهرة وبسيطة. وان شاء الله لسه هنحل ونصور الدنيا كمان اكتر من كده. صالح لنا من قلبك. واسكر الله. نحن القلبي. يا الله. سلام.